ازاي اده اتكلم عنهم؟ ما اتكلمش عنهم لكن من حقي ان انا اتكلم في ارقام من حقي ان انا اتكلم في تاريخ بيتسطر وموجود وامانة احنا عرضينها عشان كده بقولك بقولك انا بقول معلومة ايه اللي زعل الاهلي لما يعرف ان الاسماعيلي اول فرقة خدت افريقيا ايه اللي زعل الاهلي ايه اللي يدايق الاهلي ايه اللي يخلي الاهلي متدايق هي حقيقة الاسماعيلي اول فرقة مصرية خدت بطولة افريقية قابل الزمالك. ايه اللي زعل الزمالك? اللي زعل الزمالك لما اقول ان الاهلي في اخر اربعتاشر سنة واخد اربعة وتلاتين بطولة مقابل تمن بطولات فقط للزمالك. ايه اللي زعل الزمالك لما اقول ان الاهلي واخد في الاربعتاشر سنة اللي فاتوا حداشر بطولة افريقية مقابل ولا بطولة للزمالك. ايه اللي زعل في ده? دي ارقام بتتكلم عن نفسها. دي ارقام بتتكلم بتتحدس عن نفسها. انا بقول ان انا بحافظ على تاريخي. يا اخي انا مبسوط جدا ان انا بتكلم في اللي فات. مبسوط جدا انت مضيقك في ايه? بتشكك في ايه? بتشكك في بطول تمنتاشر سنة عايز توصل للناس ان الاهلي مش بطل القرن. وان الاهلي ما يستهلش بطل القرن. وان الارقام ما كانتش في الاهلي. وبتتلاشى وبتتناسى ان في ارقام واحصائية حصلت سنة اربعة وتسعين. بل بتشكك في زمن الناس. بتشكك في زمن الناس. زمن من الاتحاد الافريقي وناس راحلت وماتت. بتشكك فيهم. بتشكك حتى في الناس اللي ماتت. بتشكك ان انا بطل القرن. بتقول بطولات بالتحكيم وبطولات ما عرفش مين? هو انا حتى في العصر المعاصر. او العصر الحديث. هو انا اللي مشيت واجهها احمد. هو احنا اللي مشينا رضا البلتاجي. هو احنا اللي خلينا احمد الشناوي يوصل للحالة اللي هو فيها في الوقت الحالي. يتكلم على ضربة الجزاء. انها المحاضر الدولي الكبير إنه يوصل للدرجة دية من أمور التحليلية والتلاش على مواقف كتير وخصوصا للنادي الأهلي أنا اللي وصلت كابتن واحد بقيمة ومكانة ومكانة وعظمة التحكمية لجمال الغندور إنه ما يكملش في لجنة التحكيم أنا اللي خرجته من المنظومة وواحد من أساطرة التحكيم في أفراقيا مش في مصر بس إنه هيخرج بالشكل ده الأهلي هو اللي هخرجه أنا اللي بقول على عصام عبد الفتاح وبعمل حاجات كتيرة جدا على عصام عبد الفتاح ولو عشان عصام عبد الفتاح مش موجود في اتحاد الكورة عمره ما كان هيبقى رئيس لجنة الحكام لمدة أكتر من أسبوعين أو ثلاثة إحنا اللي بنعمل كده إحنا اللي عملنا التعصب اللي انت بتشير إليه وإحنا اللي قلنا إحنا اللي بنقول من عشر إلى اتناشر سنة لما الأهلي بيواجه منافس إفريقي ولا منافس على المستوى الأفريقية النجم الساحلي ولا الترجل التونسي ولا حاجة أنا اللي برفع أعلام الفرقة المنافسة وبحطها على الكافيهات وبحرق أعلام النادي الأهلي أنا اللي عملت كده أنا اللي عملت كأعلام إن أنا أرجع أقول أنتوا يا جماعة بتزعلوا ليه ده ريال مدريد بيشجع الفرقة اللي بتقابل برشلونة وبرشلونة بتشجع الفرقة اللي بتقابل ريال مدريد عشان ما يكسروش الأرقام ولما بتيجي تتكلم على كده يعني تقولك عادي جدا ده احترافية وأنا لما أجي أقولك إن أنا أرقامي في أفريقيا أعلى كتير جداً من أرقامك تتقمص أنا اللي بقولك كده أنا بالعكس يا سيدي ده إحنا لما تلعب أنت على المستوى الأفريقي لما بتلعب على المستوى الأفريقي لا أنا ما بعملش زيك لا يمكن أحرق العلم بل بقازر وبساند وبشجع لكن مش هنزل ألعب لك صعب مش هينفع يعني اللوايح والقوانين ما تقولش كده عشان كده بقولك ما تخبطش في أساطيري ما تخبطش في تاريخي ما تخبطش في أرقامي ما تخبطش في بطولاتي خد الدوري لو قادر تاخده خده ألف مبروك وفنياً هقول هقول لو في صورة إن أي فرقة مش الزمالك بس ومش الإسماعيلي بس ومش المصري بس أحسن من الأهل فنياً في داخل على أرض الملعب هنقول كده